السلام عليكم عزائي جميعا هذا كامل معكم مرة ثانية وهذه قناة لوبان وفي هذه الحلقة أنا حاول أجاوب على سؤال انسألت عليه من زمان اللي هو كامل لو كان في دينك 100 ريال عماني أو 250 دولار أمريكي تقريبا إيش هي الخمس عطور اللي تختارها في هذا المبلغ بالتحديد فأنا اخترت خمسة عطور لكم من اختياراتي الشخصية ورعايت إن هذا العطور لازم تكون مناسبة على الأقل لكل الظروف أو لكل المناسبات خلال العام الواحد يعني مثلا لازم تكون على الأقل ثنين منهم صيفيين واحد منهم من النوع الجذاب وواحد منهم من النوع المكتبي أو للعمل وبشرط يكون سعرهم طبعا معقول أو مجموعهم أقل من 250 أو تقريبا 250 دولار أمريكي فخلونا نشوف قائمة العطور هذه مع بعض العطر الأول اللي اخترته هو اللو دي سي من اسم ياكي هذا العطر مؤخرا صار من أفضل العطور بالنسبة لي أولا بسبب سعره الجيد 37 دولار أمريكي فقط لـ 75 ملي بعدها يعني صفقة حلوة الجميل في اللو دي سي من اسم ياكي إنه ما بس عطر صيفي ما بس عطر منعش هو عطر منعش صيفي وفي نفس الوقت متفرد أو مختلف عن العطور الصيفية الثانية اللي هي عادة أن تكون شخصيتها أن العطر يبدأ بطريقة سترس أو حامضة وبعدين يتغير إلى شيء مسكي أو بارد نوعا ما عطر اللو دي سي من اسم ياكي يبدأ بطريقة حامضة قوية صحيح أيضا العطر تابلي وحمضي فهو منعش ومختلف ومتفرد شوي العطر الثباتة جيد خمس ساعات أربع ساعات على الملابس يستمر معك وفوحانة أول ساعتين أيضا جيد فأراهن عليه أن يكون اختيار جيد بهذا السعر العطر الثاني ممكن أن أسميه رشد وتوكل لأن هذا العطر ميزدة أن يناسب كل شيء تقريبا هو من العطور الجوكر بهذا السعر بهذه الفئة السعرية تقدر تحصل على الدنهل آيكون إليت وهو من العطور السهلة والبسيطة اللي ما تحيرك يعني أنت الصباح طالع الدوام مثلا ما بتقلس تحتار ويش أحط من العطور لأن الدنهل آيكون إليت هو يحقق كثير من الأشياء يحقق سالفة أنه هو يومي يحقق سالفة أنه هو مناسب للعمل أو المكتب يحقق سالفة أنه رائحته أيضا رجالية جميلة كثير كثير الدنهل آيكون إليت يبدأ بطريقة حامضة نوعا ما بس بعدين يتغير ويصير مختلف يصير العطر الظاهر فيه هو الجلد أو السويد والسويد هو من الجلود السينثتك اللي هي شوية مختلفة بحيث أنها ما من الجلود القوية ما مثل الجلد اللي موجود في قوتي قلتي أبسلوت هذا جلد قوي كثير الجلد اللي موجود فيه الدنهل آيكون إليت لطيف سموث أو رقيق بالانجليزي ساطل بالعربي ممكن يكون رقيق أو لطيف جلد جميل رجالي وهو من نوع الجلد اللي يميل نوعا ما للمسك أو الرائحة الحلوة فعطر الدنهل آيكون إليت أقدر راهن عليه أنه بهذا السعر رح يكون شيء جميل ويناسبك وينقذك في كثير المواقف اللي تكون فيها محتار ويشتحط في ذاك اليوم ثبات عطر الدنهل آيكون إليت جيد خصوصا الملابس لكن فوحانه أول ساعتين إلى ثلاث ساعات يبدأ يختفي شوي شوي فإنت إذا بغيت دنهل آيكون إليت تشتغل معك كفوحان قوي إذا بغيت تزعج الناس بدنهل آيكون إليت وهو صعب أنك تزعجهم فيه لأنها رائحت كثير لطيفة وبسيطة وجميلة رش كثير منها أو تروش اتسبح عطر الدنهل آيكون إليت لأنه سعره جيد 43 دولار فقط فالحين طاح من ميزاني 43 دولار و 37.80 العطر الثالث يغني لك ويقول قول عني ما تقول صوبي كم صح بالوصول اللي هو عطر Not Only Intense عطر Not Only Intense ممكن تقول عنه أنه هو عطر يقلد عطور عالمية مشهورة لكن هذا العطر أنا أعتبره من الجواهر وهو أصلا العطر الجديد ما صار لكثير في السوق Not Only Intense عطر يشبه عطرين مشهورين كثير العطر الأول هو هاشيفات والعطر الثاني هو أفينتوس بالإضافة لعنوطة الكشمش الأسود اللي هي شوية مخلطن عطر فاكهي تخيل أنه هو أفينتوس بس فاكهي أو هاشيفات بس شوية فاكهي عطر Not Only Intense عطر مركز اكستراتي بارفام والجميل فيه أيضا أنه هو فوحانة قوي فتقدر تراهن عليه من ذي ناحيتين بالذات العطر هذا يناسب الأجواء الشتوية بعكس أفينتوس اللي هو يناسب كل شي تقريبا هذا يناسب الأجواء الشتوية من العام ويناسب الأجواء اللي هي داخل المكتب أو الليل أو السهرات لمهم أي شي متعلق بالمساء أو متعلق بالبرد Not Only Intense رح يكون عطر جذاب كثير بسعر حوالي 48 دولار أنا أشوف صفقة رابحة تحتاج على الأقل عطر واحد من العطور اللي يقدر أسميها أنها الجذابة من شخصية ديورو روم انتنس و لانوي دولوم و دولش انقابان اذا وان و فالنتين و وو مانتنس عطور المفضلة الجذابة فاخترت بهذه الفئة السعرية عطر كثير جميل اسمه وومو سيجنيتشر من سالفاتور فريقامو وومو سيجنيتشر من العطور اللي خلال الثلاثة الثوان الأولى أنت ما تقدر تلحق تشم المقدمة مع الأطر لأنه مباشرة يروح على قاعدة الأطر اللي هي مكونة من التونكابين والجلد والباتشولي وأيضا القهوة أكثر شي ميز وومو سيجنيتشر هو القهوة القهوة أيضا إذا بغيت تشمها بشكل أقوى لازم تنتظر ساعات طويلة وفي الحقيقة هذا العطر ثبات أواجد زين خصوصا على الملابس إذا بغيت تشم رائحة عطر وومو سيجنيتشر بالوصف أو بالكلمات تخيل عندك قهوة تركية وتخيل أن هذه القهوة تركية بالغلط انخلطت بالكراميل فصار عندك قهوة تركية بالكراميل وهذه القهوة تركية بردت وقيت تشمها يطلع لك شي مثل وومو سيجنيتشر هذا العطر الكراميل اللي نقلت أنه موجود في القهوة مصدر السويتنس أو مصدر الرائحة الحلوة اللي موجودة فيها التونكابين التونكابين عادة تنحط في قاعدة العطر ولما تنحط في قاعدة العطر تعمل شي سويت أو حلو وجميل كعطر رجالي سعر هذا العطر 57 دولار فالحين طاح من عندك 57 زائد 128 الإجمالي 185 دولار بعد أن لما بلب العطر الأخير هو من ضمن العطور المفضلة عندي على الإطلاق وأنا رح أكرر هذا الشي خلال السنوات القادمة مدام القنوات شغالة ومدامنا حي العطر هذا أنا ما أشتري منه غير 200 ميلي فقط يعني إذا كان ما توفر 100 ميلي ما أشتري فقط 200 ميلي إلى هذه الدرجة أنا أحب هذا العطر العطر هذا هو الدولتشين قبانا لايت بلو وإنتنس وأنا في الحقيقة بين وبينكم إذا كنت بغي تشتري واحد من سلسلة لايت بلو فأنا أقول لك روح مباشرة على الوينتنس تقريبا هو أفضل واحد فيهم من حيث الرائحة رائحة لايت بلو وينتنس جذابة جدا والناس يسألوك عنها هذا العطر من وين جايه وإيش اسم العطر كثير الناس ما يتحملوا ولازم يسألوا لايت بلو وينتنس أنا حطيتها في المرتبة رقم واحد في العطور الصيفية العام الماضي وأعتقد أني راح أحطه في المرتبة الأولى مرة ثانية لأن الليل الآن أنا ما اكتشفت عطر أفضل منه من فئة الدزاينر كعطر صيفي فلايت بلو وينتنس راح يكون رقم واحد مرة ثانية السبب الآخر هذا العطر ثباته واجر ممتاز يعني من الصباح لين حتى المغرب أو حتى الليل العطر هذا أنا قدر ألاحظ أنه موجود خصوصا على الملابس الفوحان ماله بشكل مفاجئ أكثر من ما أنت متوقع لأن العطر صيفي فأنت تتوقع أنه الزيوت ماله تتبخر بسرعة بس هو في الحقيقة يظل كثير أجمل شيء في اللايت بلو وينتنس هو قاعدة العطر لأن قاعدة العطر جمالها أنها مسكية بحرية ملحية نوع خاص من المسك نوع خاص من الجاذبية اللي موجودة في قاعدة عطر لايت بلو وينتنس سعر عطر لايت بلو وينتنس المية ملي هو 69 دولار فالمبلغ الإجمالي شوية مختلف أو شوية أكثر من المبلغ اللي اتفقنا عليه اللي هو 250 دولار فيكون عنديك 69 دولار زاعد 185 دولار اللي إجمالي هو 254 دولار اللي هو almost almost 100 ريال أماني يعني تقريبا كذا بس أنا وعدتكم 250 4 دولار ما هي فارقة خلاص أنت وصلت هذا نهاية الحلقة يا أصدقاء شكرا لكم على المتابعة وأشوفكم في الحلقات القادمة إن شاء الله هذا كامل أحييكم ومع السلامة شكرا لكم على المتابعة